اشتركوا في القناة وانا اكون في مكان سبقن لي زمايل تحية اليوم كلهم طبعا لانهم يعني بنفتخر انهم موجودين في مصر فانا مبسوط ان انا معاك النهاردة ربنا يخليك شرفتين او انت شرفت بك دايما ربنا يخليك نسيبك مع طلابك ربنا يخليك فضل لك هو انا بس في البداية استاذ احمد انا موضوعي النهاردة هيتكلم على جزئيه مهمة جدا بس في الحقيقة انا عايزة اعمل مصالحة بين طلبة الفيزي ومادة الفيزي لان في الحقيقة هي مادة كله كاش شميحة من زمان اه من زمان انا بس عايزة اعرف هل لمفهوم الفيزيه الطالب عارف ولا لا يعني ايه كلمة فيزيه هي كلمة فيزيه في الحقيقة كلمة مش عربية ولما جينا ندور عليها لقناها في القموس اللاتين كلمة فيزيه كلمة لاتينية في الاصل ولما ايجا ترجمها اترجمها لقيها تعادل كلمة طبيعة اذا انا في علم الفيزيه ده عنايه على الطبيعة عنايه على الكون عنايه على اي حاجة ظهرة في الكون الغريب واللي هتندهش له يا استاذ احمد ان مادة الفيزيه علم الفيزيه ده مش علم دنيوي ابدا احنا خدمناه بقى علم دنيوي لكن هو في الاصل في الاصل علم ديني ولو احنا بصينا لعلم الفيزيه اول عالم فيزيه على كوكب الارض هو سيدنا ابراهيم في الحقيقة سيدنا ابراهيم كان عالم فيزيه بس ما كملش في الموضوع عشان كان هو عنده حاجة اهم يعني في رحلة البحث عن الاله وانه هو يبص على الامر وعلى النجوم وعلى الشمس ده يعني صاميم شغل الفيزيه علم الفيزيه السيد احمد في الحقيقة انا بمثله بالخمس صوابع دول اولا العلم ده يعني على اي حاجة في الطبيعة اي حاجة في الكون اي حاجة ظهرة في الكون من اول الخيال لغاية المجرة اي حاجة ظهرة في الكون وظيفة علماء الفيزيه ان اللي ظهر في الكون ده يفسروا هيفسروا من خلال تجربة فيطلع من التجربة نتيجة طبعا هيعمل تجربة كذا مرة لغاية ما تثبت النتيجة يروح واخد النتيجة دي حاطتها في علاقة رياضية وفي الحقيقة أنا دايما أقول إيه إنت عندك في الفيزياء علاقة رياضية علاقة رياضية خلاصة العلم كله إنت عندك الدنيا وما فيها وفي الحقيقة 90% من أسئلة الفيزياء تجاوب بقانون و20% من أسئلة الفيزياء مسائل فطبعا ألف به فيها القانون القانون اللي هتكلم عنه النهاردة في الحقيقة أنا حاولت أن أنا رأيت الكرآن فيه آية بتقول لك أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت اشمعنا الإبل فإنت لو بصيت على حاجة في الإبل كده ينظرون دي ظاهرة كونية الإبل ده حاجة موجودة في الطبيعة طب تعالا نبدأ الحكاية كده ونبص على جزئية بسيطة في الإبل خف الجمل خف الجمل نفاجأ أنه هو خف عريض مش رفايع زي بتاع الغزالة كده ليه كلام ده؟ لأن في الحقيقة الجمل بيشتهر بأنه هو وزنه كبير فبالتالي علشان أحسب الضغط اللي هيضغط به على الأرض لازم يبقى الخف ده كبير في الحقيقة يبقى فيه توازن يعني؟ طبعا طبعا هي مش توازن بس هو العلماء وصلوا للقانون اللي احنا نتكلم عليه واللي هيفتح لنا المجال بنظرة بسيطة للإبل ونقول إن اكتشف العلماء وصلوا بعد تجارب إن عشان تحسب الضغط لازم تشوف القوة المؤثرة وتشوفها مؤثرة على مساحة قد إيه؟ دلوقتي إنت عايز تحسب ضغطك شوف القوة المؤثرة على المساحة أنا وقفة على استيتج دلوقتي أنا مؤثرة على استيتج بوزني ودي القوة المؤثرة وأنا مؤثرة على المساحة اللي هي رجلية في الحقيقة إحنا في الفيزياء بنشتغلش بالعربي إحنا بنترجم ودي مشكلة من ضمن مشاكل طلبة الفيزياء بيحسوا إن الدنيا العربي أسهل بالعكس إحنا بنتكلم باللغة الدولية بحس إن انت تفتح أي مرجع فيزياء تبقى الدنيا معك تمام الضغط بريشر ويرمز له بالرمز بي وبيساوي القوة F والمساحة إريا ده القانون اللي هشتغل به وزي ما قلت لك يا سيد أحمد لو أنا عندي قانون في الفيزياء الدنيا وما فيها يعني من العلاقة الرياضية الصغيرة دي أنا ممكن أطلع لك كل اللي أنت عايزه زي إيه؟ تعال نشوف يعني مثلا لو أنا بتكلم على مفهوم الضغط كمفهوم فيزيائي معايا كده ممكن تقولي لي رمزه أعرفك عليه عايز رمزه عايز الوحدة بتاعته عايز التعريف بتاعه عايز العوامل عايز رسم بياني على راسي من فوق في الحقيقة كل ده متوفر معاك في القانون وطبعا لو حللك مسألة المسائل طبعا معتمدة على القانون القانون الصغير ده أنا أطلع منه كل اللي أنت عايزه رمز الضغط رمز الضغط بريشر بيه وحدة أي حاجة وحدة مكوناتها خدها قعدة أنا عايزة وحدة كمية فيزيائية هاتلي قانون ليها وشوفها بتتكون من إيه؟ ووحدتها وحدة مكوناتها ومكونات الضغط زي ما أنت شايف قوة وحدتها بالنيوتن مقسومة على مساحة ووحدة المساحة بالمتر المربع إذن كدوك نستخدم البلاك وان بس الألم الأسمر حسن حسن الألم ده تمام إذن في الحقيقة وحدة أي حاجة وحدة مكوناتها ومكونات الضغط القوة بالنيوتن والمساحة بالمتر المربع مقسومة عليها بالمناسبة تواجد النيوتن في أي وحدة يعمل معنا ست وحدات لأننا ممكن أفك النيوتن ده بقوانين خدها الطالب في السنين اللي فاتت أفك النيوتن على أنه حاصل ضرب كتلة في عجلة أو أفك النيوتن على أنه جول على المتر مش وقتها لأننا النهاردة عندنا أكتر من حاجة ففي الحقيقة وجود النيوتن في أي وحدة يعمل معك ست وحدات نكمل رمز الضغط من قانونه وحدة الضغط من قانونه عند قانون في الفيزياء الدنيا وما فيها يا أستاذ أحمد طب ممكن تعرفيلي عناية بقولك إيه أنا فرضا فرضا عايز أقرأ العلامة دي العلامة دي علامة يساوي بتقولك إيه بتقولك إن الكفة دي والكفة دي متساوين بتقولك إن الكفة دي والكفة دي أد بعض بتقولك إن الكفة دي والكفة دي هم هم طب نقراها كده الضغط يساوي الضغط أد الضغط هو هو ده كده بعرف يا فاندب طب بالراحة كده لو المساحة بتاعتك دي بواحد ممكن الواحد ده أمسحه وممكن جدا أشيل المقام خالص المقام بواحد اقرأ يا فندم الضغط بيساوي الضغط أد الضغط هو هو البسط لما المقام مش موجود بصفر ولا بواحد بواحد حلو يبقى تعريف الضغط قريتك للقانون خلي مقامك بواحد وقرأ قانونك يا فندم اقرأ يا فندم بي اسمه الضغط يساوي هو يا فندم هو هو البسط لما المقام مش موجود هو القوة لما المساحة مش موجودة بتسوي واحد لما المساحة بتسوي واحد بسميها وحدة المساحات تمام؟ يبقى أنا جبت رمز الضغط من قانونه جبت وحدة الضغط من قانونه جبت تعريف الضغط من قانونه بس هستأذنك أنا افترضنا أني أنا هدوس على ترابيزة بقوة إيه داية؟ هدوس على الترابيزة كده ده قيمة للضغط هل تتساوى مع القيمة لو أنا دست بميل؟ مؤكد لا أنا بحث بالضغط من القوة العمودية يبقى تعريفي ناصه حتة مهمة جدا خير؟ الضغط هو القوة شرط أن القوة دي تكون عمودية ولو مش عمودية أعمدها لك يا فندم أحللك القوة في مسائل كتير أو يبديني القوة ميلة فأنا أتجي أن أحللها لإني عايز القوة العمودية تمام؟ طيب عوامل الضغط من قانونه يا فندم الضغط بيعتمد على مكوناته ومين مكوناته قدامك هاي؟ آدي واحد اتنين خير إن شاء الله البسط في القوة والمقام في المساحة أستاذ أحمد معلش من النظر للقانون أنا ممكن أتوقع العلاقات التردية والعكسية يعني إيه تردي؟ يعني كمية تزيد فالتانية تزيد قدامها ولو قلت تقل علاقة تردية تمام والعلاقة العكسية أن واحدة تزيد فالتانية تقل أنا ممكن أعرف ده من القانون بمعنى إيه؟ عايز تجيب علاقة بين حكتين بين كميتين في الفيزياء لازم يوقع بينهم يسابي وتبص عليهم بقى الضغط والقوة اللي اتنين في البسط زي ما أنت شايف طالما زي بعض في البسط تبقى العلاقة تردية بمعنى إن القوة لو زادت الضغط يزداد والعكس صحيح لو قلت تقل العلاقة التردية لكن هنا بالنظر للمساحة المساحة في المقام والضغط في البسط يبقى عكس بعض يبقى كل ما المساحة زادت كل ما الضغط قل وكل ما الضغط والمساحة قلت الضغط يزيد خد بالك أن العلاقة التردية بين القوة والضغط في الحقيقة أنا باعتمد عليها في حاجات كتير في حياتنا العملية وجيلها تدخلنا في موضوع الجمل اللي بقولك عليه أخبار المساحة المساحة مع الضغط لعلاقة علاقة عكسية في الحقيقة مستر أحمد الحتة دي العلاقة بين المساحة والضغط والعلاقة العكسية بينهم إحنا بنتبقها وإحنا مش واغدين بالنا وهناخد أمثلة بس بالمرة رسم بياني بالمرة وبس تأذنك إحنا عايزين حصة أو حلقة لوحدها لموضوع الرسم البياني ده وإيجاد الميل والأستاذ علي الحقيقة شرح الجزئية دي حلو جدا تحياتي لي طبعا لما باجي أرسم رسم بياني في الحقيقة أنا ببص على العلاقة الرياضية اللي موجودة على الطرف الأيصر من المعادلة ده بيتكتب على الرأسي ومكوناتك اللي موجودة على الطرف الأيمن من المعادلة بتكتب على الأفقي يعني هنا ممكن أكتب هنا إف وممكن هكتب هنا إيه العلاقة بين بي وبين إف علاقة تردية بتترسم لي فوق يا فاند والميل باقي القانون العلاقة بين بي وإيه علاقة عكسية طب أنا ما بحبش الرسمة دي عايزة أرسمة كده ما فيش مشكلة إعكس للمحور والميل يمثل باقي القانون في الحقيقة أفل ينظرون إلى الإبل كيف خلقت في الحقيقة من نظر للإبل طلعنا قانون الضغط اللي هنعمل عليه دلوقتي عدة أجهزة وهنشتغل بيها وهتفيدنا جدا علم الفيزياء علم يدرس كل ما هو ظهر في الكون كل ما هو ظهر في الطبيعة علماء الفيزياء عليهم بس يفسروا لكن مش هيدخلونا في المتاهات هيدونا في الآخر قانون والقانون ده في كل اللي هم عايزين يقولون طب هستأذنك في حاجة العلاقة العكسية بين المساحة وبين الضغط عندك حتة لحم عايز تقطعها سكينتك مسننة ولا تلمى أني أحسن لك مسننة مسننة هل السكينة المسننة هتنفعك وانت بتقطع حت اللحمة أكيد لأن في الحقيقة أنا هأثر على مساحة صغيرة ولما بأثر على مساحة صغيرة في الحقيقة شوية قوى صغيرين يخلولك توصل للضغط المطلوب أنا هستأذنك أمسح ده وندردش مع بعض كده في العلاقة العكسية لأن في الحقيقة العلاقة العكسية دي متطبقة في حاجات كتير جدا في بشاورة موجودة عن حضرك في حياتنا العملية في بشاورة موجودة حضر حبيبي تعالوا معي كده تاني ونقول أن القانون اللي بشتغل به الضغط عبارة عن القوى المؤسرة عموديا لما المساحة بواحد القوى المؤسرة على وحدة المساحات طيب من القانون كده الضغط معتمد على عوامله مين عوامله القوى والمساحة طب بالراحة كده افترضنا دي عوامل الضغط افترضنا مستر احمد انا عايز الضغط دي زيد زبط عواملك يا فاند زبط القوى تعليها لأنه علاقة طردية او تقلل المساحة ولو عايز لكين تحت امرك طب انا مش عايز ازود الضغط هو بمزاجك او بمزاجك اللي انت عايزه عايز ازود ضغط ازوده لك عايز تنقصه نقصه بعوامله طب انا عايز اناقص الضغط عندك عاملين يا اما تنقص لي القوى يا اما تزود لي المساحة طب انا عايز اناقص ولا تزود بمزاجك يا فاندم بمزاجك تعال ناخد امثلة السكينة اياها انت عايز تزود الضغط مش كده يبقى انت عندك عاملين يا اما تزود القوى يا اما تقلل المساحة لا انا افضل لي بقى اني اجيب سكينة مسننة فعشان وانا بضغط عليها ما يطلعش عيني يعني القوى اللي انا بقصر بها ما تبقاش كبيرة لكن في الحقيقة انت لو السن بتاعك ده كبير لو المساحة بتاعتك كبيرة عايز توصل لكم من الضغط يقطع حتة اللحمة يبقى ده معناها تزود العامل التاني يعني انت معاك عاملين القوى والمساحة وفرت الاتنين على راسي من فوق واحدة مش متوفرة حاول بقى تزود التانية فانا السكينة بتاعتي المسننة مساحة صغيرة الضغط اللي انت عايزه بقوة بسيطة اقطع لك حتة اللحمة لكن لو المساحة دي كبيرة في الحقيقة انا مضطر ازود العامل التاني عشان اوصل للضغط المطلوب ابرة بخيط بالابرة والابرة دي مسننة يبقى المساحة اللي انا مأثرة فيها صغيرة الابرة المسننة دي لو السن تقطع يبقى المساحة زادت هل هعرف فخيط في الحقيقة هعرف فخيط مضطرة معايش غيرها ولو انا بقى عايزة اوصل للضغط المطلوب انت مساحتك كده كبيرة يبقى الضغط بتاعك كده ولاي العلاقة عكسية طب انا عايزة اخيط بالابرة اللي اتقطمت في اداية دي يبقى زود العامل التاني لا يكرمتك يبقى الابرة لو مسنننة انا في الحقيقة شوية قوة صغيرة توصل للضغط المطلوب وتخيط زي الفل لكن لو السن دا تقطم يبقى المساحة كده زادت العامل يبقى في العامل التاني عشان انت عايزة الضغط كبير طب انا عايزة الضغط قليل زي ايه زي مثلا عربيتك غرزت منك في الرملة في الحقيقة عربيتك لما غرزت اصل الضغط كان كبير فغرزت في الرملة قدامك حال من اتنين يا فندم عشان تطلع بعربيتك عشان تقلل الضغط تعمل ايه عشان تقلل الضغط حاجة من عاملك برحتك القوة والعربية بتأثر بوزنها اقل الوزن اللي فيها اه احنا كل حاجة على حاجة مستر احمد بتضغط عليها يعني حركة انت قاعد دلوقتي ضغط بوزنك على الكرسي والكرسي ضغط على الارض وبالمناسبة الهوى ضغط عليك كل حاجة على حاجة ضغط عليها بس القوة عمودية وزنها اقللوا لو عندك شنط في العربية ولا حد راكب نزله طب انا نزلت الناس اللي في العربية وفي الحقيقة القوة قللتها على قد مقدر عشان الضغط بتاعك يقل طب يلعب بقى في العامل التاني انت حلاص مش عارفت الصرف ده طب يلعب في العامل التاني اعمل ايه زود المساحة انا عندي كويتش العربية ليه مساحة معينة حاول بقدر امكان حفر تحت العربية ودواستك اسحابها احنا مش هنمش بخشب في العربية لو عندك خشبة يا باريت لكن ما عندكش خشبة على الاقل اسحب دواست العربية وحفر تحت العجل وحط الدواست دي عليه ده معناها ان في الاخر وزن العربية مش هيقصر على الكويتش بس ده هيقصر على مساحة الدواست كلها حضرتك زودتلي المساحة يبقى الضغط يقل يبقى مزاج مزاجك الضغط بيعتمد على الاتنين دول على وزن الجسم العمودي على القوى العمودية والمساحة وعلى المساحة ضغطك يزيد لو دي زادت ودي قلت علاقة طردية علاقة عكسية ضغطك يقل لو دي قلت ودي زادت شوف انت عايز بقى من اللي قدامك ايه يزود ضغطه ولا يقلله حلو الكلام العربية النقل يا أستاذ أحمد كويتش أخبره ايه كبير أكيد اه يعني العربية النقل وإحيانا بيبقى في سبير كمان جنبه فعلا في الحقيقة أولا العربية لو فردا أنا ركبت على العربية النقل العربية النقل معرفش اللي أركب عليها عجل العربية ملاكي ازاي لأن في الحقيقة الضغط بتاع العربية الملاكي معتمد على الاتنين دول تمام وزن العربية عفوا وزن العربية النقل كبير جدا ولو أصلا فيها مقتورة يبقى القوى غصبا عني جبيرة يبقى الضغط غاصب عني كبير طب انا عامل ايه العربية مش تمشي زودني المساحة فزي ما حضرتك قلت الكويتش مش بيبقى عريض مش بيبقى صغير ده بيبقى عريض وساعات بيبقى ضبل ومرة من المرات كنت حتى بقوللي الولاد انا كنت في اشارة فببص على العربية نقل بمقطورة جنبي لقيت فيها 16 كويتش 16 وده شيء منطقي يبقى الكويتش العريض زودني المساحة قال لي الضغط لاني مش عارفة العب في العامل التاني في الحقيقة يا استاذ احمد طالب الفيزياء مشكلته في المسائل مع الرغم ان المسائل دي حاجة مفترض انها هدية للطالب بمعنى ايه بصي استاذ احمد انا في المسألة بقول له استخدم اني قانون يعني يقول له مثلا انبوبة زاد شعبتين يبقى انا برمي دماغه استخدم قانون الانبوبة بارومتر مثلا في المسألة بذكر له القانون اللي هيستخدم دي حاجة تمام المسألة بدي له معطيات وبطلب مطلوب المطلوب اللي انا عايزة ده مؤكد هجيبه من المعطيات يبقى المسألة كل اللي انت عايزه اولا تحدد القانون اللي تشتغل بي وانا هقوله لك هقوله لك ويش كده في قلب المسألة كده امبوبة زاد شعبتين او معرفش سرعة ايه ومسافة ايه فيبقى قانون السرعة مثلا يبقى انا بحدد لك القانون اللي هتستخدمه في قلب المسألة يعني فيه فعل شرط وجواب شرط طبعا والمسألة فيها حاجتين معطيات ومطلوب على فكرة هتجيب لي المطلوب بمعطيات يبقى انا المسألة بالنسبة لي هدية بس من فضلك دعبس في المسألة عشان في المسألة فيه طرف خيط حط ايدك عليه بس وابدأ اسحب الدنيا تحنت مشكلة مدرسين الفيزياء او طلبة الفيزياء في الحقيقة بيستصعبوا المسائل لا يا فندم ده المسألة دي هدية انا بديها لك عشرين في المية من امتحان السنوي عشرين في المية مسائل وتسعين في المية من اسئلة الامتحان تسعين في المية منها ان ما كانش اكتر تتحلب قانون عند قانون في الفيزياء امتلكت الدنيا وما فيها الضغط خير الضغط هو القوى المؤسرة عموديا على وحدة المساحات طب معايا بالراحة كتب يعني مثلا انا عندي مكعب مكعب هذا المكعب في الحقيقة هحطه على تربيزة تمام والمكعب ده ليه طول ضلع وليكن عشرة بالمناسبة كل ضلع من دول عشرة يبقى المساحة سبتة احطه على الوش ده احطه على الوش ده على انهي وش المساحة واحدة لان الاضلع كلها متساوية وعندي كمان متوازي مستطيلات هذا المتوازي الاضلع بتاعته مش متساوية وبالتالي الاوجه بتاعته مساحتها مش متساوية هديك ابعاده الطول والعرض والارتفاع ولتكن ولتكن عشرة عشرين تلاتين والوحدات اللي مديها لك بالصنطي ومشكلة التحولات في المسائل حاجة مهمة جدا طيب المسألة عايزة ايه المسألة بتقولك باختصار ان فيه مكعد طول ضلع وعشرة وعندي متوازي مستطيلات ابعاده طول عرض ارتفاع عشر عشر ثلاثين تلاتين والوحدات صامت زي ما انت شايف انا حطيت المكعد ده على ترابيزة فهيضغط على الترابيزة بوزنه تمام لما يضغط على الترابيزة بوزنه انا مش فارق معي المساحة لان حطيته على الوش ده على الوش ده على الوش ده اي وش المساحة سببا خلو متساوي حلو طب ممكن تقولي ازاي تحط المكعد ده بحيث ضغط هذا المكعد المتوازي على الترابيزة يتساوي مع ضغط المكعد ده حطه على الدلال الزغير لا مش هنمشي كده احنا معنا قانون مرشين عليه حلو قوي في الحقيقة انا عايزة منك ان الضغط بتاع المكعد والضغط بتاع المتوازي يبقوا قد بعض بالمناسبة دي اخر كلمة اي الهالي في المسألة واخر كلمة هي فيها مفتاح الحل متوحك في مكعب ومتوازي ومتجيك ابعاده ورح متجيك الطرف الخط في اخر المسألة قال لي ازاي احط ده بحيث ضغط المكعب على الترابيزة وضغط المتوازي يتساوي امسك الطرف ده الخط وشت خير بالرحة كده معي اولا اي ضغط عبارة عن القوة على المساحة وكذلك ده القوة على المساحة تمام المكعب بيأثر بوزنه والقوة دي الوزن من قوانين أولا سنوي عبارة عن حاصل ضرب الكتلة في العجلة يا سلام طب ماذا كمان كتلة في عجلة جميل خد بالك بقى ان العجل على الطرفين العجل على الطرفين تلزمك في حاجة لا تلزمنيش جميل طب اخبار الكتلة ايه الكتلة عندي في الجزء الاول من المنهج بيقول لي ان كسافة اي مادة اقسم كتلة هذه المادة على حجمها يبقى من قانون الكسافة انا ممكن اشيل الكتلة وحط ما يسويها الكسافة في الحجم شيل الكتلة يا فندم وحط كسافة المتوازي في حجم المتوازي وكذلك شيل الكتلة وحط كسافة المتوازي في حجم المتوازي بالمناسبة في سياق المسألة واللي كتير مش واخد باله منها اني بيقولك المادة المصنوعة منها المكعب هي نفس المادة المصنوعة منها المتوازي وبناء عليه كسافة المكعب وكسافة المتوازي شلهم من على الطرفين رسل حكاية على مين رسل حكاية يا فندم على حجوم على مساحات وانا مديك بياناتك بالنسبة للمتوازي حجمه طوله فعرضه في ارتفاعه تمام وبالنسبة لحجم المكعب طوله فعرضه في ارتفاعه ولانه في الحقيقة العشرة طول عرض الرتفاع كلهم نفس المساحة حلو قوي طب اخبار المساحة ايه انا طلبة منك مساحة المكعب اللي بناء عليه الضغط ده يتساوى مع ده طلبة منك مساحة المتوازي ام المساحة المكعب طول الضلع في نفسه بس استنى بس اشياء نغلطنا خير اولا انا عندي هنا الوحدات بالسانتي احولها لك يا فندم الحجم بتاعك يتضرف عشرة قس سالب 6 عشان يتحول من سانتي متر مكعب لمتر مكعب لانه باشتغل بلوحدة الدولية والمتر مكعب طب استنى الناحية التانية عناية عشرة قس سالب 6 طب انت حطتهم ليه حطتهم عشان اشتغل في السيف سايت لما ربنا يسهلها بقى ودي تتشال من هنا ودي تتشال من هنا ما عنديش مشكلة لكن اشتغل بتحولاتك يا فندم وتسهيل ربنا معك بقى يتشطبه ما عنديش مشكلة بالمناسبة انا اي مسألة فيها بسط ومقام او فيها طرفي معادلة ما تحولش لان التحولات هتشال من على الطرفين او تشال من بسط ومقام ما علينا طيب ارقامك هيبة واصبح عندك مجول واحد طب استأذنك كده ممكن 10 و10 يتشاله مع 10 و10 عينيه اتبقى لك 10 فوق طب ممكن استأذنك تجيب الايه هنا طرفين فواسطين عينيه طب ممكن استأذنك اشير العشرة دي قدام العشرة دي عينيه استاذ الفاضل لو حضرتك عايز ضغط المكعب وضغط المتوازي متسويين ابقى حط المكعب حط المتوازي على الضلع 20 في الضلع 30 المساحة اللي يتسوي فيها ضغط المتوازي مع ضغط المكعب هذه المساحة الضلعين 20 في 30 حلو عندنا مشكلة يا استاذ احمد خير وانا بعمل سد وانا بعمل سد ايوة فاند في الحقيقة وانا بعمل سد عندي مشكلة لان السد ده لو ما رعيتش وانا بشتغل فيه موضوع المساحة ده في الحقيقة السد ده سنة والتانية ويقع عشان ما يقعش نعمل ايه تعالى قبل ما اتكلم على السد تعالى نشوف اناء فيه مية واي نقطة على مزاجك هكلي الضغط اللي عليها ايه اناء يا سيدي اي اناء حط فيه مية وتعالى معايا بالراحة كده اي نقطة على مزاجك في باطن هذا السائل ممكن تجيب لي الضغط اللي واقع عليها في الحقيقة النقطة دي اللي ضغط عليها شوية المية اللي فوقيها شوية المية اللي فوقيها تمام طب بالراحة عليها كده انت بتقول لي الضغط بيساوي ايه ما احنا قلنا الضغط بيساوي القوى المؤسرة على وحدة المساحات القوى المؤسرة على مدين جميل طيب نقطة دي المية ضغط عليها بوزنها ووزن المية في الحقيقة كتلة المية في عجلة الجاذبية زي الفل طب الكتلة من قانون الكسافة الكتلة من قانون الكسافة الكتلة من قانون الكسافة بتسوي كسافة فحجم المية كسفت المية في حجمها وعجلة الجاذبية وقادي مساحتك يا عم في المقامة طب بالراحة جد ممكن تجيب لي حجم المية اللي فوق حجم المية اللي فوق نستنى كده نفترض النقطة دي اهي في الحقيقة شوية المية اللي فيها على شكل استوانة أفحجم الأسوانة حجم الأسوانة أي أي استوانة حجمها مساحة القاعدة في ارتفاع هذه الأسوانة مساحة القاعدة إيه في ارتفاع هذه الأسوانة إتش تلزمك إيه حاجة حلو كلام رسي على إيه يا فندم رسي على أن الضغط على نقطة في بطن سائل بتعتمد على كسافة السائل بتعتمد على العجلة الجاذبية بتعتمد على ارتفاع هذا السائل جميل القانون ده بتاع قانون الضغط على نقطة في باطن سائل ممكن ارسم رسم بياني عيني معايا بالراحة بقى كده استاذي الفاضل على المحور الرأسي بكتب الكمية اللي على يسار المعادلة وهي الضغط يا فانتم بتعتمد على مين على مكوناتها على رو وعلى جي وعلى اتش وطبعا علاقات كلها في البصت بالعلاقات كلها طردية العلاقات كلها طردية عشان اجيب الميل وده يبقى ليه حلقة لوحده انت معاك هنا بي وروم ادي بي وروم الميل باقي القانون جي اتش انت معاك بي و جي الميل باقي القانون رو اتش معاك بي و اتش الميل رو جي سعلا؟ نعم في الحقيقة في مغالطة كبيرة جدا هنا خير هو اللي ضغط على المية اللي ضغط على النقطة اللي موجودة في المية المية بس ولا الهواء اللي فوقيها الهواء اللي فوقيها فبناءا علي يا فانتم علشان يبقى كلامي ده مظبوط لو سمحت من فضلك اقفل للاناء اقفل للاناء عشان تطلعي ده الاناء مفول طب الاناء مفتوح معلش بقى لو الاناء مفتوح يا فانتم يبقى قانونك الضغط عبارة عن رو جي اتش دول شوية المية ده الضغط الواقع على النقطة اللي في شوية المية في قلب المية في باطل المية طلعنا قانونها لو الاناء مفتوح الله يكرمك ما تنساش شوية الهواء الهوائر الهواء ضغط العمود الهواء اللي على النقطة دي ضغط عليها يعني معنى كده القانون ده لو حطت لك ضغط الجو يحطته في الاعتبار يبقى الاناء بتاع حضرتك ده مفتوح اناء مفتوح طب اخبار الرسم البياني ايه هو 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 ايه يا فانتم ادي الضغط على يسار المعادلة يكتب على الرأسي مكونات الضغط ايه رو وجي واتش والعلاقات علاقات طردية بي ورو يبقى الميل باقي القانون جي اتش بي وجي يبقى الميل رو اتش عندك اتش يبقى الميل رو جي ايه ده نفس الرسمة نفس الرسمة بس استنى بس بتاع رياض قالولي ايه لما يكون عندك حد هنا الحد ده بيسمي الجزء المقطوع من محور الصدات يعني ايه يعني استأذنك ما تبقش بين هنا استأذنك ابدأ من فوق شوية والحطة اللي انا اطعاها في محور الصدات دي تمثل قيمة الضغط الجوي ابدأ رسمتك من هنا ويبقى لو حطتلك رقم هنا يا استاذ احمد من فضل حضرات ده رقم الضغط الجوي اذا رسمتك بدأ من الصفر يا فندم الاناق بتاعك مغلق اما لو الاناق بتاعك مفتوح من فضلك اللي ضغط على النقطة مش رو جي اتش بس دخل في حسابك الضغط الجوي حساب الضغط على نقطة في بطن سائل والاناق مغلق والاناق مفتوح جزء مهم جدا هيدخلنا في متاهات افلا تنظرونا الى الابل كيف خلقت بدأت الحكاية من خف الجمل العريض اللي ليه عريض اصل الجمل وزنه كبير القوى المؤسرة كتيرة ربنا مش خلقوا يعزبوا ربنا خلقوا عشان يلائم معيشته في الصحراء فكلازم الوزن الكبير عشان الضغط يقل خف الجمل يبقى عريض لو سمحت من فضلك انا عايز ابص على القانون ده بشيء من التركيز خير انت قلته لو الاناق مغلق الضغط على نقطة في بطن سائل بتساوي ايه اهو يا فاندم الضغط على نقطة في بطن سائل طلعنا انها بتساوي رو جي اتش ده لو الاناق مغلق ولو مفتوحة اعمل حساب الضغط الجوي ميجراش حاجة تعال بقى معي بالراحة كده كسفت المادة في الحقيقة كسفت المادة ثابتة للنوع انا عندي شوية مية كسفتها ثابتة يا فاندم يبقى الكسافة دي لو انت مغيرتش السائل الكسافة دي مقدار ثابت حلو هتغير مكانك ولا هتثبت مكانك لا هتثبت مكانك يبقى عجلة الجاذبية كمان مقدار ثابت بتوع رياضي قالولي حاجة انت ممكن تشيلي علامة اليساوي ومقدار ثابت دي وتحطي بدلها علامة تناسب بعيني اشيل علامة اليساوي ومقدار ثابت واصبح الضغط على نقطة في بطن سائل بيعتمد على العامل واحد وهو ارتفاع هذا السائل فقط لا غير عند ثبوت كسفت المادة لان كسفت المادة انا مش اغيرها السائل مش اغيره وعجلة الجاذبية انا مش اغير مكان جميل خد بالك بقى من حاجة ان دي حتوقعنا في مشكلة في السدود ماله السد دلوقتي انت قلتلي اني انا الضغط معتمد على ارتفاع السائل ارتفاع السائل هاي مش اتش بالراحة بقى كده انا عندي سائل هاي استاذ احمد بالراحة كده افترضنا افترضنا اني انا عندي نقطة النقطة دي الاتش بتاعتها كبيرة يبقى الضغط بتاعها كبير لان العلاقة بين اتش وبين بي بي معتمد على العامل واحد وهو ارتفاع هذا السائل كل ما كانت اتش كبيرة كل ما الضغط كان كبير جميل الله املا وانا عندي نقطة هنا في الحقيقة الاتش بتاعتها صغيرة الاتش الصغيرة تعمل لك ضغط صغير العلاقة بينهم علاقة تردية والضغط في نقطة طباط السائل المعتمد على العامل واحد وارتفاع السائل طب انا عندي مشكلة خير السد يا فاند ماله بقى السد السد غزبا عني الاتش بتاعته طويل السد مية مجرى مية عايز اعمل سد اتحكم في المية بوابات وكلام منزه حلو السد العالي ده السد اللي غزبا عني ارتفاعه كبير في الحقيقة السد ده مش هيعمر معاك السنة والتانية ما يتهد ليه الضغط يا فندم كبير الضغط كبير طب انا عامل ايه تعمل ايه في ايه ما انا مضطر اقصوله يعني اقصه من فوق ما ينفعش انت مضطر للارتفاع ده يكون معاك طب الضغط كبير هعمل ايه يا سيدي هنحلها لك بس اصبر هو انت جبت القانون ده منيه جبت القانون ده من القانون الاصلي الضغط هو القوة المؤسرة على واحدة المساحات طيب انت اللي ارتفاعه كبير ايه يا فندم فبالتالي القوة وزن السد ده كبير فالضغط ميله كبير جدا هتهد طب انت عندك عامل تاني اعمل ايه في المساح اخبر المساح الله ينهر عليك وعل اللي ما يأتي ليه القاعدة بتاعت السدود بتبقى عريضة عشان تستحمل الضغط اللي واقع عليها بنقابل المشكلة استاذ احمد لما يكون منيركن في جاراج والجاراج غالبا بيبقى تحت عمارة والعواميد العريضة ليه لاننا العمارة طويلة لما اجي قابني العمارة العواميد اللي تحت الله يبارك لك تبقى عريضة شوية انا مش محتاجة العرض ده فوق فتلو انت رميد بعنيك كده في عمارة لسه بتتبني ولسه ما تشطبتش بحيس تشوف الدنيا فيها ايه هتلاقي مساحت العمود اللي تحت كبيرة لكن مساحت العمود اللي فوق لا ده شايل حاجة قوليه لاخر دور ده تلاقي العمود يا دوبك كده رفيع جدا لكن اللي تحت ده ده شايل عمارة كلها يا فندم فعشان الضغط بتاعك ما انت كده وزن العمارة كبير ضغطك يقل بقالعب في العمود تزود لي المساحة ودي بتعمل مشكلة لما بني جي نرك ان نلاقي الاعمدة اللي في الجراشات عريضة لانها شايلة في الحقيقة شايلة وزنة كبيرة تمام طيب احنا قلنا حاجة مهمة جدا خير قلنا ان الضغط على نقطة في بطن سائل بتعتمد على العمل واحد وهو ارتفاع هذا السائل طب بالراحة الاتش هنا يا ستة كبيرة حلوة قوي يبقى اخبار الضغط ايه كبير طب الاتش هنا الاتش هنا صغيرة يبقى الضغط اللي واقع على هزي النقطة صغيرة طب بالراحة كده النقطة دي لها اتش والنقطة دي لها اتش والنقطة دي لها اتش لو اتش كبيرة ضغط كبير لو اتش صغيرة ضغط صغير لو اتش قد بعض الضغط قد بعض يبقى لو الـ H بتاعتك متساوية الضغط الواقع على هذه النقط متساوي وهي الامتى الـ H متساوية الـ H متساوية لما النقطة دي والنقطة دي والنقطة دي تبقى على مستوى أفقي واحد إذن لو الـ H تساوت الضغوط تتساوى لو الـ H كبيرة الضغط الكبير وهكذا العلاقة علاقة تردية جميل أستاذ أحمد بعد إذن حضرتك الطالب لو تسأل هي الـ H كبيرة أو صغيرة لي الله يكرمك ابقى جاوب بيه ولو سألك هي بيه أخبارها إيه ابقى جاوب له بـ H وما تنساش العلاقة بينهم علاقة تردية كنا أخذنا في الترم الأوليني في الحقيقة معادلة اسمها معادلة الاستمرارية وكان فيه علاقة بين مساحة المقطع وبين سرعة الماء عفا أمبوبة كانت علاقة عكسية العلاقة بينهم علاقة عكسية لو واحدة زادت تانية L والعكس صحيح فكنت دايما أقول للولاد يا سيدي سألك على السرعة ابقى جاوب له بالمساحة ولو سألك على المساحة ابقى جاوب له بالسرعة والعلاقة بينهم علاقة تردية لكن في الحقيقة العلاقة بين H وبين B علاقة عفوا العلاقة بين V في معادلة الاستمرارية علاقة عكسية واحدة تزيد تانية L لكن العلاقة بين H وبين B علاقة طردية واحدة زادت التانية تزيد واحدة قلت التانية تقل طب لو تساوت لو ال H تساوت الضغط تتساوى لو ال H قد ال H قد ال H يبقى ال B هنا قد ال B هنا قد ال B هنا وإمتى ال H متساوية لو النقطة دي والنقطة دي والنقطة دي على مستوى أفقي واحد اسمع مني العشر كلمات دول خير تساوي الضغط عنده جميع النقاط الموجودة على مستوى أفقي واحد تساوي الضغط عنده جميع النقاط الموجودة على مستوى أفقي واحد بلك الكلمتين دول العشر كلمات دول فكرة علمية الأربع أجهزة تساوي الضغط عند جميع النقاط الضغط يتساوى لو ال H متساوية وال H متساوية لو النقاط على مستوى أفقي واحد أربع أجهزة ما يسمى بأجهزة الضغط ما يسمى بأجهزة الضغط الموضوع الأزيزة هم الناس عند ضغط مش عارفة الناس مع عاد الفيزياء لي يعني أنا النهاردة موجودة معاك وده شيء يشرفني أستاذ أحمد بسببه أولا الفيزياء جماعة علم ديني وبدأ بعالم الفيزياء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الحقيقة سيدنا إبراهيم هو في رحلة البحث عن الإله بدأ يبص في الكون النظر للكون النظر لكل ما هو ظهر في الكون دي فكرة علم الفيزياء علم الفيزياء العلم اللي عنيه على الزوهر هيفسرها من خلال تجارب يطلع نتيجة يرحطط للنتيجة في علاقة رياضي علم الطبيعة إحنا حتى في تخصصنا لما بنيجي نكتب ما بنتبش فيزياء بكتب تخصص طبيعة إحنا قلنا إيه؟ قلنا عشر كلمات خير تساوي الضغط عند جميع النقاط ما لها؟ الموجودة على مستوى أفقي واحد تساوي الضغط عند جميع النقاط الموجودة على مستوى أفقي واحد لو الإتشاد تساوت الضغط تتساوي والإتشاد تساوي إمتى؟ لما النقاط تبقى على مستوى أفقي واحد العشر كلمات دول فكرة علمية بنت عليهم أربع أجهزة من أهم الحاجات الموجودة في المنهكة في الحقيقة ما يسمى بأجهزة الضغط أنا هركز على واحدة فيهم في الحقيقة لأنها فيها أفكار مسائل عالية جدا بهدوء كده أولا أول جهاز سهل نقوله بسرعة كده الأواني المستطرقة هنقوله لكن أنا هركز على ما يسمى بالأنبوبة ذات الشعبتين الجهاز الرابع ما يسمى بالبرومتر وبعد دراسة البرومتر هنتكلم على الضغط الجوي بالتفصيل أما جهاز المانومتر واضح من أساميها أنها أجهزة في الحقيقة منهج سنة تانية في الأربع أجهزة دول الباقي كله الدنيا الوطيفة وهما لطاف برضو مش قويان فنمسك الأواني المستطرقة إيه فكرة الأواني المستطرقة يا أستاذ أحمد في الحقيقة هما الأربع بيعتمدوا على العشر كلمات تساوي الضغط عند جميع النقاط الموجودة على مستوى أفقي واحد يلا يعني إيه بقى الأواني المستطرقة دي قال لي تعالي الأواني المستطرقة دي أواني مختلفة الشكل أنبوبة واسعة أنبوبة على شكل كاس أنا بيب مختلفة الشكل أنبوبة على شكل شليمو كده بتاع العصير ده ماشي أنبوبة على شكل دورق يستثنى بس من الأنابيب دي الأنبوبة الشعرية الأنبوبة الرفيعة تمام أنا بيب بقى هوصلها كده ويتوصلوا من تحت وفي الحقيقة هبدأ أوصل الأنبوبة الأولى بالأخيرة أنا بيب مستطرقة مختلفة الشكل تمام هصب بمية نصب في القمة بقى نصب من القمة لما صب بمية هتمشي شمال وتمشي مية مفتوحة الغريب بقى أن الأشكال مختلفة إلا أن مستوى المية لإيه هنا قدي هنا قدي هنا قدي هنا إيه دا هي الـ H هنا والـ H هنا وارتفاع المية هنا اللي ارتفاع متساوي أي بفن يا طرى الارتفاع متساوي ليه أنا قلتلك لو سألك على H هتجاوب له بمين هتجاوب له بيه أنا بسألك دلوقتي بقولك هي الـ H متساوية ليه في الحقيقة لأن أكيد أكيد الضغوط متساوية والضغوط متساوية ليه هنستعبد بقى الله ينور عليك بقيت أستاذ هنبير تخصصنا طب تعال معي بالراحة جد بقولك لو دي فرضا واحد ولو دي النقطة 2 ولو دي النقطة 3 ولو دي النقطة 4 على فكرة النقطة 1 والنقطة 2 و3 و4 على مستوى أفقي واحد على مستوى أفقي واحد يبقى ده معناها الاتشات متساوية ولما الاتشات متساوية الضغوط متساوية في القواني المستطرقة ما بيجيش في الحقيقة أسئلة كتير الفكرة العلمية بس ويسألك طبعا أسئلة تعالل خلاص ما بقاش تيجي لكن أنت فاهم بصي أستاذ أحمد هي فرصة كويسة أن أنا أقولها لطلبة قولة وتانية طلبة قولة وتانية لما دخلت الترمي التاني كنت بسأل سؤال في كل المجانية اللي كانت معاي يا طرى أنت لما حضرت الترمي أولاني وفهمت وذاكرت فرقت معاك وانت بتمتحن بالإجماع فرقت اللي حضر واللي ذاكر واللي حل على المنهج كانت فرقة معاك قوي في الامتحان لكن في الحقيقة اللي أخدها استسهال أكيد كان عنده مشكلة نشرح منهجنا بتفاصيله السؤال يجي إزاي مش مشكلة بس المهم أبقى فاهمة منهج والدنيا ما الشازق في ديئتين كده دكتور رايزي الأنبوبة ذات الشعبتين في ديئتين كده أوكي أو ممكن نلخص اللي احنا أولنا كده الوقت جريبنا هو في الحقيقة أنا يعني أنا بدأت الحكاية بأنني أنا عملت تعارف بين الطالب وبين مفهوم الضغط وطالما عندي الضغط قوة على مساحة عندي قانون الدنيا وما فيها من القانون ده احنا جبنا الضغط على نقطة في بطن سائل وفي الحقيقة أنا محتاجة حلقة تانية أموبالزات شعبتين أكيد طبعا الله يكرمك الإناء ده ممكن الإناء يكون مفتوح وممكن يبقى الإناء مغلق يختلف في الرسم البياني وصيغة القانون طلعنا حتة مهمة قوي أن الضغط على نقطة في بطن سائل بيعتمد على العامل واحد وهو ارتفاع هذا السائل مع ملاحظة أن الكسافة وعجة الجاذبية مقادير سبعة تمام أشكرك شكرا جدا شرفتين دكتور سيدة وبصراحة أنا سمتعت بشارح مع حضرتك جدا وحلقة مميزة بالرغم أن أنا كنت أدبي وإن شاء الله في حلقات قادمة إن شاء الله نرتبر حدريك حتى نتكمل الموضوع أشكرك شكرا جدا شكرا جدا